اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انت عايز تسيب ايه لما تمشي طالت الحياة اصرت اخدت مناصب ما اخدتش مناصب اخدت فلوس ما اخدتش فلوس هتسيبها وهتمشي فاللي بيبقى انت سيبت ايه وخصوصا في وقت الازمة وخصوصا في الاوقات الحالكة وخصوصا لما كنت متحمل مسئولية الى الان يذكر التاريخ العسكري مع المعركة المزرعة الصينية اللي كان فيها المشير تنطوي الله يرحمه هو قائد الكتيبة 116 صح والمصح يعني ربما تدعي اسرائيل دائما في حدثها عن اكتوبر وحرب اكتوبر انها نجحت انها تعمل عندنا ثغرة الدفرسوار لكن ما بتقدرش اسرائيل في نفس الوقت انها تنسى على الاطلاق ان في ثغرة الدفرسوار حصرت وكانت واحدة من اهم المعارك اللي وجهت فيها اسرائيل المعركة في المزرعة الصينية بقيادة المشير تنطوي او وقتها الحقيقة ما كانش مشير وقتها كان مقاتل مصري في حرب 73 قائد للكتيبة 116 قعد ساكت 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 وصابر وسمح لقوات ايرل شارون انها تدخل الى المنطقة اللي هو فيها بمجرد ما دخلت كان ده الخية اللي اتنصبت ليهم وتم تعامل معاهم بشكل يكبد اسرائيل الخسائر ويذكر في اوراقهم لحد النهاردة مقدرش انسى المشير تنطوي الحقيقة المقاتل في حروب 56 وفي حروب 67 مقدرش انسى المقاتل يعني وهو حتى وهو في منصب رئيس الحرس الجمهوري حتى وهو في منصب وزير الدفاع المشير تنطوي ظل وزيرة للدفاع سنوات طويلة الحقيقة لانه تولى هذا المنصب سنة 91 نخلي بالنا ان الفترة دي كانت فترة حالكة وصعب ايضا في تاريخ مصر ليه لان كانت بدأت تخطيط ان خلاص التنازلي علشان اللي بيحصل يحصل انا دايما كمواطنة مصرية كان يعني بيستوقفني هذا الرجل العظيم في صموده وانه هو ما بيتكلمش عن نفسه ما بيحبش انه هو يعمل لنفسه هالة او انه هو يقول انا عملت المصر كذا وعملت وعملت لا خالص هو كان راجل صامد قوي جدا شايف ان هو اللي بيعمله ده ده المفترض ان هو يعمله ده يعني مش حاجة مثلا يعني من عنده او ان هو كرم منه المصري لا هو مصر يعني عايزة كده ولازم قدم لها كده سواء بقى المصريين حصوا ولا ما حسوش انا المهمة عندي يعني صورتي ده صحيح ده صحيح ده دايما ده اللي احنا عايزين نتكلم عليه الراجل ده يعني كان صامد 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 وصامد جدا حتى لو انتقد في قرارات او خطوات اخدها وتعرض للنقد لم يكن حتى يرد على هذا النقد هو مركز في طريقه جدا انا واحدة من الناس اللي انتقدت المشير تنطاوي الحقيقة في بعض القرارات بعد 2011 وسعيدة ان انا في 2016 او 2015 اعتقد يا 2015 يا 2016 كان اللقاء معا فكانت اول كلمة احنا متصلحين فاند كانت اول مرة يمكن يعرفني او يشوفني وقلت له انا كتبت كذا في 2011 واليوم انا ادركت كذا فقال لي ما فيش اي حاجة خالص الله يرحمه الله يرحم فقد ايه انه هو تعرض لمواقف انتقد فيها قراره وهو كان صحيح وبقوة وبقسوة كمان لكن تدركي عظمة المشير تنطاوي لما تقري كتاب شهدتي للوزير احمد ابو الغيت الامين العام لجامعة الدول العربية حاليا لانه كتب في 2013 عند صدور الكتاب وقال نصا انه كان بيقاوم بقوة كل محاولات تغيير ملامح القوات المسلحة في فترة وجوده كوزير الدفاع وتحديدا من 2004 لحد 2011 اللي هي الفترة اللي تولى فيها الوزير احمد ابو الغيت وبيشهد فيها شهدته كوزير للخارجية ازاي انه تعرض لفكرة ضغط الولايات المتحدة الامريكية لتفكيك البيوش العربية بعد تفكيك جيش العراق في 2004 وازاي ان كان المقترح انتو مش محتاجين قوات مسلحة في مصر انتو محتاجين قوات لمكافحة الشغب مكافحة الارهاب وقوات لمكافحة القرصنة وطبعا كان رفض تام لده خروج القوات المسلحة المصرية لتدريب عناصر من الشرطة في العراق بعد تفكيك الجيش العراقي ايضا قوبلة بالرفض التام من قبل المشير تنطاوي احنا اهلا باي حد يجي هنا ندربه فوق عينينا لكن القوات المسلحة المصرية ما بتخرجش بر حدودها دايما النجاحات العسكرية سباقة في الحديث عن اثره قائد ومقاتل وطني من طراز رفيع جدا لو نتكلم على النجاحات العسكرية اللي هذا الرجل العظيم حافظ من خلالها على وطنه على بيته وعلى اهله نقدر ان احنا نتكلم ازاي لا انا اتكلم على حاجات كتيرة اتكلم على حفاظه على مصادر تمويل القوات المسلحة وان يكون ليها دايما حاجة تحفظ لها القدرة على انها تبني نفسها لما تحتاج انها تمول نفسها لازم اتكلم على ده واعتقد ان الرئيس عفتاح السيسي ذكر ده في تخريج دفعة من دفعات الكليات الحربية في 2016 او 2017 وبحضور المشير طبطاوي وقال انه كيف انه كان يتم خصم جزء من رواتب القوات المسلحة وزباط فيها على مدى سنين طويلة لتوفير التمويل اللازم للقوات المسلحة علشان ما تحتاجش لأي تمويل لو احتاجت لازم ده طبعا ده حفاظ على القوات المسلحة في فترة خلي بالحضرتك في فترة كانت كل مؤسسات الدولة تتراجع فيها وكل مؤسسات الدولة قبل 2011 يتم الشكوى من تراجع دورها وتراجع قدرتها على انها تطور نفسها وتطور العاملين فيها لازم يحفظ لهذا الرجل ما تم ذكره في حياته لازم اذكر له في النجاحات العسكرية رفضه لخروج القوات المسلحة لمكافحة قوات قرسنة يعني دايما حتى التاريأ واسخر من قصة القرسنة اللي كانت منتشرة في مدخل البحر الاحمر قبل 2011 واقولهم القرسنة بعد 2011 راحوا في انتابوا ولا غيروا النشاط وكان هناك اسرار على ان يجر الجيش المصري والقوات المسلحة المصرية الى هذه المنطقة لمكافحة القرسنة ويرفض المشير تنطوي فكرة ان يكون عندنا قدوة في القتال زي المشير تنطوي يعني لو احنا نشوف دايما هلش انا اكره والحدة تانية قبل ما نساها وانا اسفع المؤسسات لا لا طبعا تفضلت انا فاكرة كمان في افتتاح الترسانة في اسكندرية في 2015 مايو 2015 كنت حاضرة وكان تجديد الترسانة المصرية وكان بحضور الصينيين لان الصينيين شاركوا معنا في تجديد الترسانة لصناعة الحاجات العسكرية المصرية والسفن في مصر وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي يومها وانا اسف مرة تانية للمؤطعة بس خفت انساها قال الرئيس عبدالفتاح السيسي يومها ان الفضل للمشير تنطوي لان الدولة كانت بيتم خصخصتها بلا رؤية في 2003 و2004 وكانت الترسانة المصرية اللي انشأها محمد علي من ألاف من أكتر من قرن كانت هي الأخرى معرضة للبيع ورفض المشير تنطوي أن تباع الترسانة المصرية لتصنيع السفن في اسكندرية وأصر انها تكون القوات المسلحة هي اللي تدفع الفلوس إذا الدولة مصر على بيعها فيكون تطوير هذه الترسانة من 2005 إلى 2000 القوات المسلحة تسعى إلى هذا ويتم افتتاحها في 2015 وكان الفضل للمشير تنطوي لو احنا بنتكلم على فكرة القضوة ودي اللي من خلالها اللي أنا مش عايزة أفوت اليوم النهاردة يعني اليوم كان فيه افتتاحات والرئيس قال جملة مهمة جدا احنا فكرنا من أجل الافتتاحات ولا لأ فشفنا ان هو كان محب للعمل وكلمة الرئيس كانت كلها تأدير وصدق جدا وهو بيتكلم وكان باين حتى في نبرات الصوت يعني واللغة الجسدية والنعي فقدت أب ومعلم وقائد للوطن رابط العمل بربط هذه القضوة العسكرية من خلال المشروعات اللي افتتحت النهاردة وأهميتها يعني الثلاث نقاط دولة مرتبطين ببعض عايزين نكلم فيها خليني أقولك ان اكم من ناس بنفقدها في الحياة واكم من ناس يقام لها جنازات صح؟ بس فارق ما بين اللي سايب أثر واللي بيفرض علي القانون ان يعمله جنازة عسكرية صح؟ والرسالة النهاردة من الافتتاحات اللي تمت وتأدير الرئيس لها من خلال برضو ان هذا الرجل محب للعمل لا دا مش هذا الرجل محب فقط للعمل او منح حياته لمصر لا لا هذا الرجل ساعة لابقاء مصر على قيد الحياة فلتبقى مصر على قيد الحياة هذا الرجل ساعة انه يحمي مصر لآخر نقطة في دمه لآخر نقطة في وعيه في فهمه في عمره فهذا الرجل ساعة وهو يدرك دوره ويدرك مكانه ويدرك حجمه وانه مش صاحب قرار ربما في بعض الاحيان ولكن هذا الرجل اذا كان في سنة 2004 يرفض خصخاصة او بيع الترسانة العسكرية المصرية اللي بتبني السفن وهي الترسانة الحياة مش عسكرية لكن هذا الرجل الى اخر لحظة احنا بنربطه وبنقرنه بالعمل وبنهضة لهذا الوطن المشروعات اللي تمت النهاردة فيه ارض غالية جدا عشان يوصلها الرابط ما بين الوادي ومدن القناة بشبه جزيرة سينة ده بيوضاف لنا ايه في التاريخ ده خلي بالك ان احنا على اعتاب اكتوبر صح احنا في اكتوبر كان الاسرار على تحرير سينة اكتشفنا بعد 2011 ان سينة رجعت بس احنا ما كناش رجعين بحضرنا الكامل على مدى اكتر من 30 سنة فالرجوع لسينة كان لابد انه يكون بتعمير سينة وربطها بالوادي ربطا صحيحا يعني تبقى سحارة السرابيوم يعني يبقى المشروعات اللي في المنطقات المناطق الصراعية فيها يبقى الاربع انفاء المبين بورسعيد وبين اسماعيلية وبين سينة واربع انفاء مش بوصفي انا ولا بوصف الاعلام المصري لكن بوصف المهندس هاني عازر احد اهم مهندسي الانفاء في العالم وفي المانيا انهم من اكبر الانفاء اللي تم حفرهم في هذه المدة اربع سنين او ثلاث سنين النهاردة بنربط سينة بالمشاريع مش بس الزراعية ولا الصناعية لكن بالكهرباء والبنك والمية لان انا عايز سينة تتعمر بكتلة بشرية تبقى هي كمان الظهر والحماية للوطن كله مش بس بالشكل العسكري ده يعني احنا كمصريين عارفين اهميته قوي لكن انعكاسه ايه بقى على العالم الخارجي انعكاسه ايه التنهيدة دي اه لان اصلا انعكاسه ان مش مطلوب ان سينة تتعمر ولا مطلوب ان سينة تخلو من الارهاب فانعكاسه ان ده الحقيقة بيخلي الناس برضو تبقى بصة كده سواء من خطط لاستعمار سينة بالارهاب او من خطط لاقرار الارهاب في سينة او اللي خطط من سنين لاستعمرها بالقوات العسكرية وادعاء ان هذا لن يتغير يعني في سنة 67 بعد يونيو 67 سألوا مشيه ديان شايف القوات المصرية ازاي كان مشيه ديان وقتها وزير الدفاع الاسرائيلي فقال لهم امام قوات الجوية المصرية على الاقل لعشر سنين علشان تبني نفسها ده بيتكلم عن القوات الجوية بس ما بيتكلمش على جيش فيفاجأ في اكتوبر 73 بما حدث ويفاجأ قبل اكتوبر 73 بكل عمليات حرب الاستنزاف سواء بما فيها تدمير المدمرة الات سواء بما فيها راس العيش بما فيها عمليات الات التلاتة للرصيف العسكري الاسرائيلي انت عارف يعني ايه مصريين قوات بحرية مصرية صعقة مصرية تعمل عملية واحدة ثلاث مرات على مدار سنة تكتمل في مايو 15 مايو ليلة 15 مايو 1970 هل يدرك الشعب المصري يعني ايه اذا كان مشي ديان قال الكلام ده في 67 فاحنا في سنة 69 وفي سنة 70 وفي سنة 71 احنا اسقطنا الطائرات الفانتوم الاسرائيلية بطائرات مينك ودي كانت معجزة في نفس الوقت احنا دمرنا الات بلانشين سواريخ في 67 في 21 اكتوبر 67 احنا عبرنا في 73 بينما الصديق على حد تعبير ده مش تعبيري انا على حد تعبير المشير احمد اسماعيل ربنا يرحم الجميع يا رب جميع الابطال وزير الحربية وقته لما قال كان العدو يعدي علينا يشمت والصديق يعدي علينا قبل 73 يتصعب علينا ويقول يعني يا حرام فاحنا نعدي في 73 6 اكتوبر 73 ونحقق اللي احنا عاوزينه بعمليات زي المزرعة الصينية بعبور القناة بامكانيات الحقيقة كانت متوضعة بمعنى كلمة متوضعة كان يطلب من العسكري المصري في 73 اللي هو فرد المشاه يبقى عسكري يبقى صف الزابط يبقى زابط انت حتعدي الضفة التانية من القناة ولازم تصبر 24 ساعة يصبر ليه؟ علشان اقامة هي الفترة لاقامة المعابر اللي كانت على طول القناة علشان تعدي عليها المركبات والمدفعية طب يصبر بايه؟ يصبر وعلى كدفه في مدفع مدى 600 متر بينما الدبابة اللي حيستهدفها مدىها 3000 متر ايه ده؟ ووصلنا لإيه النهاردة؟ ممكن دي رسالتي الأخيرة مع حضرتك ووصلنا لحالة من الإصرار والمعافرة اللي طول مصر اللي طول عمر مصر عليها وصلنا لمرحلة من النهضة اللي بتقول كملوا مصريين وصلنا لمرحلة من القدرة على إنك تنتزع إعجاب العدو على الرغم من رفضه اللي اللي انت بتعمليه وصلنا لمرحلة إنه لما يعوزك يجي يوعد معاك في سينة ويقول لك طلباتك مش ده اللي شفناه الأسبوع اللي فات ولا أنا غلطانة برضو على الرغم الحقيقة إنه مش عاجبني إنه إحنا ما قلناش لولادنا إحنا اللي قلنا لهم هو إيه اللي حصل لكن أنا حاخد من الإعلام الإسرائيلي لن نكمل إعمار غزة من غير مصر ولن نستطيع الحقيقة التشاور لحماية المنطقة غير لما نقعد مع مصر وصلنا للمرحلة إنه إحنا وقفنا ما كان يسمى على مدار أكتر من ست سنين ومصر سكتة صفقة القرن وصلنا إن الترف الإسرائيلي يروح أمريكا يقول لا تفاوض مع الفلسطينيين ويجي هنا يقول هتقوله إيه سوزة نشوة الحوفي الكاتبة الصحفية أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا شكرا ليكي ويا رب دايما يرحم كل من منح مصر وعمره يا رب وينور بصيرنا جميعا إن إحنا كمان نديها زي من داها غيرنا يعني الحقيقة المشير تنطاوي النهاردة والسنة اللي فاتت كان الفريق العصار اتنين لازم يسجل اللي قدموا المصر لأن هم قدموا فوقت صعب على الرغم إنه كان فيه خوانة كتير أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وشكرا موصول لحضرتك ومشاهدين الكرام في متابعة حلقة النهاردة من برنامجكم الحقيقة وتقبلوا تحيات فريق العمل وتحياتي أيا عبد الرحمن إن شاء الله بكرة هيكون معاكم استثناءا ومشكورا زميلي شدي شاش وأشوفكم على خير الأسبوع لجي بإذن الله اشتركوا في القناة